مساكم الله بالخير السلام عليكم ورحمة الله اليوم رح اشغل في لكم على شن الفرق بين مشاريع الاحذية الرجالي والولادي بناتي ومنه الافضل اذا واحد يريد يبدي تجارة يعني بدائيا شغلة يرادلة قاعدة الاحذية الولادي بناتي دائما مبيعاتها افضل واحسن واسهل من الرجالي لكن الرجالي ارباحها اقوى يعني من تشتغل بالرجالي الربح مال الرجالي افضل من الربح مال الولادي بناتي لكن الولادي بناتي مبيعاتها اسرع يعني باختصار مفيد اذا انت جديد اذا انت جديد على التجارة يعني تريد تبدي تجارة وتريد شغلة استهلاكية في مشاريع الاحذية هي الشغلة استهلاكية طبعا الاحذية والملابس وما يقارب لها بها الطريقة فاليوم عند التركيز رح يصر على الاحذية الولادي بناتي رح اصبح لكم على الاحذية الولادي بناتي الاحذية الولادي بناتي اولا الشحن ما تصير رخيص لان حجمه رخيص حجمه صغير يعني بها الطريقة هذي مثلا هذا الحداء بدون علبة شحنة يصير رخيص هذا اول شيء بالمقارنة بالحجم الرجالي والعلبة وكذا فافضل ثاني شيء المبيعات ماتة سهلة يعني مناسب للبيع بالانترنية مناسب للبيع بالبيت يعني على الجوارين على الجارة عندي وعندي وعلي زبان فمن دعا يسأل فلكم انا سأل فلكم حقيقة يعني مو سأل فلكم تجاربي مع الزبان وحقيقة سأل اثناع السنة تقريبا صرت لحد اليوم قبطت تقريبا اثناع السنة بهاي التجارة الاحذية وغيرها واكثر شيء يشتغل بالاحذية ممكن يتبيحها على الجوارين عدي هواي زبان اشتروها يخلوها ببيتهم ويبيعون على جوارينهم بالانترنية شوية كذا كذا لا يصرفون مستودع ولا اي شيء يصرفون ولا محلات ويربحون بيها لان الاحذية الولادي البناتي مبيعاتها حلوة وسهلة يعني اليوم عندي هاي لحدها ابيع عبدولار ونص ابيع عبدولار ونص طبعا من غير الشحن والقمارق يعني بعد عدك الشحن والقمارق على حسب الدولة مالتك والاحذية الولادي البناتي مناسبة للبيع بكل مكان تقريبا يعني اذا تريد تشتغل بسطية احنا نسميها بالعراق بسطية بعض الدول يسموها بسطة يعني مثلا قاعد انت اي شيء احنا اكو في السوق تجاري او في المال المهم المكان اللي تجلس بي انت كون اكو ناس تروح وتجي يعني اكو مارة ولازم انت تشوف المنطقة اللي تشتغل بيها اذا كانت مثلا المنطقة سوق مسواق مثلا غذائية فتشوفوا الوقت اللي تفتح به تبسط به بالنهار لو بالليل مثلا اذا اكو مثلا مال تجاري والناس بعد الساعة الخامسة تروح ومن تخرج من المال تمشي بالشارع تتمشي فالوقت المناسب اليك مثلا 6 سبعة بثمانية هالا الوقت المهم فاذا فتحت بسطة بهالطريقة هذي رح تشتغل على الناس المارة الناس المارة وانت مثلا لو تكتب قطعة او صوت او كذا مثلا تبيع تنزيات باربع دولارات مثلا او بثلاث دولارات او بعد حسب الدولة مالتك يعني في الولادي البناتي اكثر الناس هم واعتم اطفال طبعا انا احكي على الدول اللي بيها هواي اطفال يعني ما اكو باحث الدول ما بيها هواي اطفال مثل مثل عدنا بالصين ما عدنا هوايا اطفال يعني كل عائلة اعتمارات واحد او اثنين قليل قليل جدا نادرا ان تلقعتهم ثلاثة فاكو دول تمشي بيها هاي الشغلة يعني يعني العراق اليمن سوريا لبنان هواي دول هواي دول تمشي بيها هذي الامور فممكن الطريقة الاولى اللي صرفنا عليها انه ممكن نتبسط بهالطريقة وتبيحها تنزيلات التنزيلات مناسب لهاي البضاعة ليش لان هذي البضاعة مشكلتها انا احتيلك على هاي البضاعة مشكلتها انه مو قياسات كاملة يعني مثلا انه شخص عجب هذا الحداء جيد قياسه سبع عشرين عندك ثمانية وثلاثين فا انت تدور 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 ربما تلقي ربما ما تلقي مثلا ممكن تلقوا ممكن هاي البضاعة يسموها مكسرة مو استندر الاستندر يعني كل كارتون يجي قياساته كاملة فبالنسبة انت بسطية يجيك واحد يقول لك انت تقول لقلب انت براحتك فا هو يجي يشوف يقول هاي الحداء ناسبني او راح اخذ هذا هاد اذا انت بسطية الطريقة الثانية بالانترنت مثل هاي بضاعة بيع بالانترنت لها عدة طرق لكن افضل طريقة حسب خبرتي افضل طريقة انه انت تجمع واحد قياس عدة موديلات يعني شينه مباوع هذا مثلا قياس خمس وعشرين تمام وهذا قياس خمس وعشرين مثلا مثلا أصلا عندنا فمين وهذا قياس خمس وعشرين وهذا قياس خمس وعشرين وهذا قياس خمس وعشرين كمس ازواج فتعرضهن انت بل انترنت خمس ازواج قياس خمس وعشرين موديلات مختلطة بكذا سعر يعني مثلا كل خمس ازواج دولار譬如 نقولي بعشرين دولار مثلا فبها الطريقة هذه الشخص اللي عنده هو بالبيت عدة ابنه او قل لك خمس ازواج احذية موديلات مختلفة وقياس واحد تناسب العائلة هذا إذا أنت تريد تشتغل مفرد وإذا أنت تريد تشتغل جملة فممكن تشتغل جملة بطريقة أنه تبيع مجموعة مجموعة عشوائية مثل ما أجل أشتغل يعني أبيع كل عشوائي كل تجهيز عشوائي هاي الطريقة الثانية أكيد 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 طرق أخرى الإبداع يعتمد عليك أنت أكيد طرق أخرى أنه أنت تبيع قطع مميزة يعني مثلا هذا الحذاء قياسه 23 تصوره تصوير مضبوط أو فيديو أو كذا طبعا هذا الجودة عالية للمركات صينية بهالطريقة هذة وتعرضه مثلا هذا الحذاء سعره مع عش دولار مثلا وتصرف عليه إعلان وتصوير وترتيب وهاي لكن أنت تقول عندي فقط واحد لون واحد قياس ممكن هاي الطريقة أيضا تنفع نعم أيضا تنفع لكن مبيعاتها صير بطية فأنت تريد تشتغل هكذا أو تريد تشتغل هكذا فأفضل طريقة اللي أنا ساعتك بها الطريقة الأولى والطريقة الثانية الطريقة الثالثة اللي هي طبيعيا إذا عندك محل أو إذا عندك دكان أو يعني محل صغير أو مأجر لك في مكان في منطقة معينة يعني طريقة المحلات أنه أنت تأخذ هذه البضاعة وتخليها بترتيب برفوف مثلا ترتبها مثلا هذا قياس كم هذا قياس كم تجمحن فمن يجيك واحد يعني يمشي بالمحل يشوفوا لاحذية عجبة وتقدر أنت تسعرها طبعا هاي البضاعة اللي يحب يشتغل بها صح يسعرها بأسعار مختلفة يعني مثلا هذا الحداء ما يمباعب سعر هذا الحداء هذا الحداء ما يمباعب سعر هذا الحداء فهذا هو اليوم موضوعنا اللي كان على الأحذية الولادي البناتي أما الأحذية الرجالي فإن شاء الله أنا أزدلكم مقاطع أخرى على الأحذية الرجالي والأحذية النسائية طبعا الكلام اللي أنا تكلمت بيه خاص بهذه البضاعة لأن مختلف بضاعة أكو مرات أحذية ولادي بناتي جودة عالية أكو مرات جلود أكو مرات ماركات قوية مبيعاتها تختلف طريقها تختلف اللي سؤالها في هذه البضاعة طبعا اللي ريدي يشتري من الشروات يروح للقناة الثانية الموظفين يردون عليكم عندي قناة ثانية خاصة بالبيع هاي البضاعة اللي عندي بالمستودع أنا بالصين وهاي بضاعة تكلها بالمستودع أشتغل به هاي بضاعة وبالنسبة لها الخواتم يكيد رح تشوفون هاي الخواتم عجبتكم صحيح الخاتم بعشرين سنت روحوا تديش القناة تلقوا شافينا الخير وشكرا على متابعة مع السلام